إشكالية الشر كامنة في معضلة التوفيق بين وجود الشر في العالم ووجود كائن كامل القدرة المعرفة والخير الحجة الإلحادية بتجادل أن وجود الشر من غير الممكن توفيقه مع وجود الله المدارس الدينية بتنوعها بتدعي بين الله خالق العالم وحافظه بالله كامل المعرفة وعلى دراية بكافة الشرور في الوجود وكامل مريد الخير لعباله وبالتالي لو الإدعاءات دي صحيحة من الصعب فهم لماذا يجعل الله للشر ووجود في العالم المعاناة الموجودة في العالم يبدو أنها دليل على فشل أحد الإدعاءين السابقين صور الإشكالية المتعددة بيكون لها تركيبة متشابهة لحد كبير وجود الله تكائن كامل الكمال بيدفعنا لتصور أن العالم حيكون على مقياس أو معيار معين وفي كل صور الإشكالية الجدالية قائمة على طبيعة الله على الأقل الصورة الأكثر شيوعا لطبيعة الله في المدارس الدينية الإبراهيمية لو الله له الطبيعة دي إذن من المنطقي أنه يريد رفع العالم للمستوى القياسي المتوقع لو الله قادر إذن توفر الإرادة منطقيا كافي لتسبيب الحدوث ومن هنا بتقدم الإشكالية المعضلة وهي أن واضح لأي إنسان عاقل أن الشر جزء من الوجود إذن العالم ما وصلش للمعيار القياسي اللي المفروض كان يوصله لو كان فيه وجود لله في زيارة لدولة ألمانيا بابا الفاتيكان برنجة السادس عشر ظهر مدافن ضحايا النازيين في معسكر أتشفز في زيارته للنصب التسكاري لأكثر من مليون ونص أتين من الضحايا قال الكلمات الصعبة اللي أثارت قلوب وعقول الملايين من المؤمنين حول العالم بتسأل ما معنى صمت الله وهل الله وافق على جرائم النازية البشعة وهل أعجبه وصنعهم أو إنه قرر عدم التدخل وإزاي من الممكن الإيمان أو الثقة في إله سمح بجريمة بشعة زي لي اللي ما كانتش الأولى ومش هتكون الأخيرة من نوعها في تاريخ البشرية المؤمنين والملحدين على حد سواء مدركين بصورة أو بأخرى إن صور الشر في العالم بتعد معضلة أمام قدرة ووجود الله بشكل أو بآخر في حين إن بعض الشر اللي يبدو إنه جزء من الخطة الإلهية المتكملة للكون إلا إن في صور أخرى من الشر يصعب علينا تفسيرها صور العذاب الغير مبرر اغتصاب الأطفال الإبادة الجماعية والكوارث الطبيعية وغيرها من صور الشر الغير مبررة في العالم ألماط الشر الموجودة في العالم يبدو إنها لا تنطبق على الصورة المطروحة من قبل المؤمنين عن العالم هيا ترى الحقائق دي كافية لترك الإيمان وقبول صورة إلحادية للوجود ودلوقتي فكر للحظات في الألم والمعاناة اللي بتمر بيها بشكل يومي في حياتك إيه ترى سبب المعاناة في الوجود إيه هو سبب الحوادث والمقاسي الرهيبة الغير مبررة في حياتنا ولو الله كامل القدرة المعرفة والخير لماذا يسمح بالشر في العالم وهل فعلا وجود الله والشر غير متصق منطقيا وهل حرية الإرادة تبرير كافي لوجود الشر في الأرض ولو نجح دفاع حرية الإرادة في تبرير شر البشر إزاي من الممكن نبرر الشر والكوارث الطبيعية فكرتين